وقفنا عند الدور الخامس من أدوار علوم الحديث أو من المراحل التي مر بها هذا العلم تحدثنا في المرة السالقة عن الدور الرابع الذي ظهرت فيه التآليف الجامعة والتي ظهر فيه في هذا الدور التآليف المهمة التي ما زلنا حتى يومنا هذا نعتمد عليها في هذا الفن هذا الدور الرابع الذي امتد من منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع يعني القرن الخامس والسادس ومنتصف الرابع يعني قرنين ونصف من الزمان هذا العصر الذي ظهرت فيه مؤلفات مهمة للغاية أهمها الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ومعرفة علوم الحديث للحاكم وما لا يسع المحدث جهله للميانجي فهذه الكتب وغيرها هي التي شكلت الحلقة الأولى في تطور هذا العلم حيث جمع هؤلاء علوم الحديث من المؤلفات السابقة أو من أقوار العلماء ودونها وبدأت تظهر في فنون تجمع هذه في كتب تجمع هذه الفنون المتعددة في مكان واحد إذن بدأ ضبط القواعد وضبط المصطلحات يظهر في هذا الدور بدأ استيعاب أنواع علوم الحديث في هذا الدور إلا أنه بقيت أشياء إلا أنه بقيت أشياء اكتملت في الدور الخامس اكتملت في الدور الخامس أو في المرحلة الخامسة وهي دور النضوج أو النضج والاكتمال وذلك من القرن السابع إلى القرن العاشر يعني ثلاثة قرون تقريبا طيب تفضل يا شيخ الدور الخامس دور النضج والاكتمال في تدوين فن علوم الحديث وذلك من القرن السابع إلى القرن العاشر وفيه بلغت تصنيف لهذا العلم كماله التام فوضعت مؤلفات استوفت أنواعه هذا العلم وجمعت إلى ذلك تهذيب العبارات وتحرير المسائل بدقة وكان أصحاب تلك التصنيف من الأئمة الكبار الذين أحاطوا بالحديث حفظا واطلعوا من فنونه وأحوال أسانيده ومتونه دراية وعلما على غرار الأئمة السابقين الكبار نعم إذن نسج أهل هذا العصر على منوار ما سبقهم لكنهم زادوا عليه كما سنظر الآن نعم زادوا عليه ماذا؟ تهذيب العبارات وتحرير المسائل زادوا ضبطا زادوا تحريرا وأضافوا فنون جديدة لم تكن موجودة أو لم يلتفت إليها قبل ذلك وكان رائد هذا التحول العظيم في تدوين هذا الفن الإمام المحدث الحافظ الفقيه الأصلي أبو عمر عثمان بن الصلاح المتوفى سنة 643 في كتابه المشهور علوم الحديث فقد جمع فيه ما تفرق في الكتب السابقة واستوفى أنواع علوم الحديث ثم امتازه امتاز عما سبق بعدد من الأمور إذن التطور الذي حصل في هذا العلم كان رائده وذروة سنامه عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى الذي ألف مقدمته المشهورة في علوم الحديث هذا الكتاب الذي اعتنى به عدد من العلماء وحقق مرات عديدة أهمها تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ التي كانت أستاذة للحديث في دار الحديث الحسنية في المغرب فترة كبيرة من الزمان وكانت أستاذة في مصر أيضا حققت هذا الكتاب وهو أهم التحقيقات الموجودة وأعتقد الدكتور نور الدين عتر أيضا حقق هذا الكتاب وحقق تحقيقات كثيرة يعني اعتنى به المشتغلون بهذا الفن امتاز هذا الكتاب بعدد من الميزات الاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من أقوالهم المأسورة عنهم يعني اعتمد على ما قاله علماء الفن ثم دقق في هذه الأقوال واستنبط من هذه الأقوال القواعد التي بني عليها هذا العلم بعد ذلك أيضا امتاز بأنه ضبط التعاريف فصارت التعاريف أوضحة وأسهل وصار التعاريف يؤدي دوره متى يؤدي التعاريف دوره؟ إذا كان جامعا مانعا إذا كان يجمع كل أفراد المعرف ويمنع من دخول غيره معه كما يقول أهل المنطق بالرغم من أن ابن الصلاح كان ممن يحرمون المنطق فابن الصلاح والنووي حرماه وقال قوم ينبغي أن يعلمه والقولة المشهورة الصحيحة جواز هود سالم القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به للصواب فابن الصلاح كان من فريق يحرم المنطق لكن تحريم علم المنطق نظراً لا يلزم عنه أنه لم يكن يمارس المنطق عملياً لذلك كانت القولة الصحيحة المشهورة جوازه لسالم القريحة الذي لا يتشوش بدراسة المنطق لأن أنت وإن حرمت المنطق وإن لم تدرس المنطق فإنك تمارس المنطق دون أن تدري ودون أن تعلم كل ما في الأمر أننا نصف لك أفكارك وكيف يسير عقلك وكيف يكون الاستنباط يعني نضع ما تفعله بالفطرة ليكون أمامك بالنظر فالمهم ابن الصلاح استنبط من قواعد العلماء أو استنبط من مذاهب العلماء وقواعدهم استنباطات دقيقة كانت هذه الاستنباطات بعد ذلك هي التي بني عليها العلم فأضاف لهذا العلم إضافات جليلة ضبط التعاريف والتعاريف لا يكون مضبوطا إلا إن كان على سنن المنطق ولا يغرنك تحريم ابن الصلاح للمنطق فقد وضع التعاريف المنطقي يعني إذا جئت بتعاريف ابن الصلاح وسألت المنطقي هل هذا تعريف منطقي صحيح؟ يقول لك نعم فابن الصلاح كان يمارس المنطق وإن حرمه نظريا أيضا إمتاز بأنه عقب على أقوال العلماء يعني لم يكن ينقل أقوال العلماء وإنما كان ينقض ويجتهد ويحقق ويحرر هذه الأقوال وينتقي منها ويؤالف بينها حتى جاء كتابه كتابا سمرة يانعة ما زال العلماء يستفيدون منه حتى يوم الناس هذا ماشي تفضل يا شيخ امتاز بالاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من أقوالهم المأثورة عنهم أنه ضبط التعريف التي سبق بها وحررها وأوضح تعريف لم يصرح بها من قبله ثالثا أنه عقب على أقوال العلماء في التعريف ماذا فعل ابن الصلاح؟ في التعريف التعريف التي كانت موجودة ضبطها بحيث يكون التعريف دقيقة في التعريف أيضا ماذا فعل؟ وضع تعريف لم يسبق إليها يعني كان العلماء ينطقون بألفاز لا تعريف لها فهو وضع تعريف هذه الألفاز وهذه المصطلحات حتى يميز الناس وأقوال أهل العلم ناشي أنه أعقب على أقوال العلماء بتحقيقاته واجتهاداته وهكذا جاء كتابه متكاملا في فن التصنيف وكان فتحا في تدوين هذا العلم وابتداء عهد جديد له نال من العلماء حظوة وطارت شهرته في الآفاق وعم الثناء عليه حتى صار صاحبه يعرف به فيقال صاحب كتاب علوم الحديث مع الإنسان العالم قد يعرف بكتاب إما لأن الكتاب جاء متقنا وإما أنه اشتغل به حتى عرف به صار يعلمه كثيرا مثل الكافية جي مثلا نسبة إلى الكافية لابن الحاجب فالعالم قد يعرف بكتاب من الكتب إما تأليفا إما شرحا واشتغالا فابن الصلاح إذا قلت ابن الصلاح ورأيت من أمامك لم يدرك المراد تقول صاحب كتاب علوم الحديث نظرا لاجتهار الكتاب وربما يكون الكتاب أشهر من صاحبه يعني يعرف الناس اسم الكتاب لكثرة استفادتهم منه ولا يعرفون اسم المؤلف سبحان الله هذا يكون نعم وقد أصبح الكتاب إماما يحتزى ومرجعا يقتدى به فعول عليه كل من جاء بعده فمنهم من اختصره ومنهم من نظمه شعرا ومنهم من شرحه وعلق عليه لكن المصنفين في هذا الدور كانوا كما قدمنا أئمة أجلة فلم يقلدوه في القواعد العلمية بل اجتهدوا رأيهم وكثيرا ما ناقشوه أو خالفوه فيما قرره نعم إذن عندنا الآن أمرين الأمر الأول إن العلماء إذا اعتنوا بكتاب اشتغلوا به حتى ولو كان هذا الاشتغال على سبيل النقد العلماء قديما ما كانوا ينقدون إلا المهم الكتاب الذي تركه العلماء ولم يردوا عليه معنى ذلك أنه لا يلتفت إليه لذلك مثلا تجدون كتب ابن تيمية لم يشتغل أحد بشرحها ولا كتابة الحواشي عليها ولم يدرسها عالم من العلماء واضح وإنما انتقدوا أفكاره إجمالا في بعض الكتب فإذا استغل العلماء بكتاب ابن الصلاح وهذا الاشتغال اتخذ أشكالا فمنهم من شرحه ومنهم من نظمه هذا أمر الأمر الثاني أننا عندما نمدح كتاب ابن الصلاح فإننا في الحقيقة لا نمدح ابن الصلاح لأن ابن الصلاح ليس بمعصوم كما أن البخاري ليس بمعصوم كما أن الشافعي وأبي حنيفة ليس بمعصومين ولكن نحن عندما نقول هذا الكتاب جيد هذا الكتاب مهم هذا الكتاب صحيح فنحن في الحقيقة لنمدح صاحبه فقط وإنما نمدح تعاور العلماء على هذا الكتاب وتداول العلماء لهذا الكتاب بحيث يكون هذا الكتاب بينهم محل قبول لماذا قلنا عن صحيح البخاري إنه أصح كتاب بعد كتاب الله هل نعتقد بعصمة البخاري البخاري يخطئ لذلك يأتي بعض الجهل ويقول أنتم تقدسون البخاري نحن لا نقدس البخاري وإنما نحن قلنا بذلك في صحيح البخاري لأن العلماء امتحنوا البخاري ولأن العلماء نظروا في عمل البخاري فأقروا البخاري على فعله ففي الحقيقة العمل العلمي الذي قام به البخاري بمثابة كتاب تم تحكيمه وتصحيحه من غيره فلذلك قلنا فيه ما قلنا كذلك الأمر في كتاب ابن الصلاح لماذا اتخذ هذا الكتاب هذه المكانة لأن العلماء صح ححوه فأقروا فيه أشياء وانتقدوا فيه أشياء فقراءة العلماء للكتاب وتصحيح العلماء للكتاب وشرح العلماء للكتاب دليل على أهميته ودليل على وصوله لمكانة عليه حتى ولو كان الشرح والتعليق على سبيل النقد والمناقش واضح الأول الإرشاد للإمام يحيى بن الشرف النووي سنة ستمائة وست وسبعين من الهجرة لخص فيه كتاب ابن الصلاح ثم لخص في لخصه في كتاب التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير إذن لخصه النووي رحمه الله ثم لخصه في التقريب والتيسير التقريب والتيسير هذا هو الذي جاء بعد ذلك الإمام السيوطي رحمه الله وكتب شرحا له هو تدريب الراوي فتدريب الراوي للسيوطي الذي هو عمدت الذي هو عمدت دارسي هذا العلم الآن والذي صار يعني علامة على هذا الفن عمدت العلماء هذا أخذ أصلا من علوم الحديث لابن الصلاح عن طريق أو بواسطة الإمام النووي رحمه الله فالإمام النووي اختصر ابن الصلاح ثم شرح النووي السيوطي جاء النووي جاء السيوطي وشرح ما لخصه النووي رحمه الله تعالى طيب تفضل الثاني التبصرة والتذكرة منظومة في ألف بيت للإمام الحافظ عبد الرحيم بن حسين العراقي المتوفى سنة 806 من الحجرة ضمنها كتاب ابن الصلاح وتعقبه وزاد عليه مسائل نافعة ثم شرحها شرحا قيما آه إذن هذه ألفية العراقي هذه ألفية من ألفية العراقي ثم عندنا ألفية أخرى ألفية أخرى ستأتي بعد قليل طيب هذه ألفية العراقي التي نظم فيها التي نظم فيها العراقي مقدمة ابن الصلاح ولم يكتفي بما كتبه ابن الصلاح بل زاد وتعقب وشرح فجاءت نافعة لذلك هذه الألفية مع شرحها للعراقي العراقي نفسه يعني هو نظمها وشرحها هذه الألفية هي الزروة العليا لمن يطلب هذا العلم يعني من يطلب هذا العلم يسير في سلم تعليمي يسير في سلم تعليمي هذا السلم التعليمي فيه التقريب والتيسير للناوي ثم تدريب الراوي للسيوط ثم قد يدخل بعد ذلك على ألفية ألفية العراق مع شرحه واضح؟ لا وكل هذا مبني على مقدمة ابن الصلاح لذلك شكلت هذه المقدمة مرحلة فارقة ومهمة في تاريخ هذا العلم طيب شرح للحافظ العراقي أيضا وضعه على كتاب ابن الصلاح التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح لما أطلق وأغلق أطلق يعني إذن إذا أطلق شيء فهو يحتاج إلى تقييد المطلق يحتاج إلى تقييد وأغلق إذن يحتاج إلى فتح فهو قيد المطلق وفتح المغلق نعم ويسمى أيضا النكت علق عليه فضيلة أستاذنا الشيخ محمد راغب الطباخ تعليقات نافعة الرابع شرح الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العثقلاني المتوفى سنة ثمانمائة واثنتين وخمسين من الهجرة الإفصاح على نكة ابن الصلاح وهو مخطوط في الحند طيب خامس فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علم الحديث طبعا النكت نكت الحافظ ابن الحجر طبع الآن هذا الكلام قديم كلام الشيخ هنا قديم يعني النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العثقلاني مطبوع في مجلدين والآن موجود ومتداول وتجدونه أيضا على الانترنت وهو من أنفس ما كتب على مقدمة ابن الصلاح نعم الخامس فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علم الحديث للحافظ شمس الدين محمد السخاوي المتوفى سنة تسعمائة واثنتين من الهجرة امتاز بتحقيق وتتبع للمسائل في كتب السنة وعلوم الحديث طبع في الحند في مجلد ضخم إذن أنت الآن دارس علوم الحديث إما أنه يدرس بعد التدريب الراوي إما ألفية العراقي مع شرحه مستصحبا شرحه أو يدرس ألفية العراقي لكن مع شرح السخاوي والجمع بينهما أفضل طبعا السادس تدريب تدريب الراوي شرح تقريب نواوي للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة تسعمائة وأحد عشر من الهجرة ويغلب عليه طابع الجمع وإن كان لا يخلو من مناقشات مفيدة هذه الطبيعة الإمام السيوطي رحمه الله الإمام السيوطي في تأليفه كان جماعة أكثر منه محققا فكان يجمع من الكتب الكثيرة المختلفة وهذا أيضا عمل ليس باليسير يعني لا نريد هنا أن نحط من قدر السيوطي ولكن نحن نصف عمله فقط فالسيوطي كان يجمع يعني كتبه مليئة بالمصادر حتى كتاب في علوم القرآن البرهاء الإتقان ينقل من كتب ما عدت موجودة الآن وجمع يعني علوما كثيرة وفنونا كثيرة في مكان واحد من كتب كثيرة جدا خمسمائة كتاب تقريبا جمع منها كتابه كتابه الإتقان في علوم القرآن فجزاه الله خيرا على جمعه فلا يمكن للإنسان أنه يكون جامعا بين الجمع والتحقيق يعني التحقيق يحتاج إلى وقت وإلى جهد فكري وإلى نظر وتأمر وإعادة للنظر هذا عمل هناك عمل آخر وهو جمع الموضوع الواحد من مصادر شتى هذا يمهد لمن يأتي بعده ليحقق يعني مرحلة التحقيق تعتمد على مرحلة الجمع لذلك السيوتي رحمه الله بنفسه كان يعلم ذلك السيوتي كتب كتابه الإتقان كمقدمة لتفسير ثم 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 جمع تفسيرا للمأثور كان يريد أن يتبع تفسيره المأثور هذا بتفسير في اسمه مجمع البحرين وحتى سماه لكن لم يبدأ به ولم يؤلفه وإنما جعل كتابه الإتقان مقدمة لهذا التفسير فكان غالبا سيعتمد في نظره على القواعد التي وضعها في علوم في الإتقان في علوم القرآن وكان سيعتمد على الآثار التي جمعها في في تفسيره بالمأثور طيب السابع نخبة الفكر وشرحه نزهة النظر كلاهما للحافظ ابن الحجر أيضا أخي ذا من مقدمة ابن الصلاح اختصرا من مقدمة ابن الصلاح نخبة الفكر نأخذ من مقدمة ابن الصلاح ثم شرح اختصاره حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كل هذه مؤلفات وهي هذه المؤلفات بالمناسبة يعني كلها يعني هي ما يبدأ به أو هي ما يدرسه طالب العلم انظروا كلها تدور حول مقدمة ابن الصلاح كلها تدور حول مقدمة ابن الصلاح فأنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة دائرا حول مقدمة ابن الصلاح نعم وغير وغير ذلك من التأليف التي جاءت بعد ابن الصلاح يصعب حصرها في هذا المقام وقد بني كثير منها على كتابه قال الحافظ ابن حجر فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر ولا يفعل العلماء ذلك إلا مع الكتب المهمة ليس معنى استدراط العلماء ومعارضة العلماء التنقيص منه بل تسديده بل تسديده وإكمال ما فيه من خلل واضح نعم طيب لكن يلاحظ المتأمل أن الأنواع لم ترتب في كتاب ابن الصلاح على نظام مطرد 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 مستقيم يعني يعني يحتاج الكتاب إلى ترتيب جاءت الأنواع هكذا يعني مثلا الحديث الصحيح بعده يتحدث في الحديث المرسل بعده يتحدث في الحديث المتواتر طبعا إحسان الترتيب وإحسان التصنيف هذا جاء عند المتأخرين يعني لأن هذا الترتيب نوع من التفنن عندما يكون بين يديك المعلومات مكتملة ناضجة فأنت يكون دورك ماذا إخراجها في أحسن صورة وبأحسن نظام وترتيب أما إذا لم تكن المعلومات عندك فإن همتك تتوجه إلى جمع المعلومات حسن التصنيف والترتيب وتنظيم هذه مرحلة تأتي لاحقا طيب لم ترتب في كتاب ابن الصلاح على نظام مضطرد فتراه يبحث في نوع يتعلق بالسند مثلا ثم ينتقل إلى نوع يتعلق بالمتن أو به ما معا والسر في ذلك كما ذكر البقاعي أن ابن الصلاح أملى كتابه إملاء فلم يقع مرتبا وصار مرتبا وصار إذا ظهر له أن غير ما وقع له أحسن ترتيبا يراعي ما كتب من النسخ إذن كان يملي كتابه والإملاء بحسب ما يأتي وبحسب ما يحضر لدى العالم بحسب ما يحضر لدى العالم المصادر ومن تحريرات ونحو ذلك طيب لكن العلماء لم يقفوا عند هذا بل رتبوه نعم لكن العلماء تابعوه تفضل لكن العلماء تابعوه على هذا الترتيب لأن الكتاب أصبح خدوة في هذا الفن اللهم إلا كتاب نخبة الفكر وشرحه للحافظ بن الحجر فإنه على وجازته يمتاز بغزارة بغزارة فائدته واستقلال شخصية مؤلفه فيه ويمتاز بأن الحافظ قد وضعه على ترتيب جديد وهو أسلوب السبر والتقسيم في ترتيب كثير من أنواع الحديث ما هو السبر والتقسيم؟ السبر سبر الأمر يعني اختبره السبر هو الاختبار تقسيم يعني إيراد الأقسام فأسلوب السبر والتقسيم هذا أسلوب جدلي أسلوب في أسلوب برهاني يستخدم في أسلوب يعني استخدم في القرآن واستخدم في الفنون المختلفة فأنت تريد الاحتمالات في المسألة تقول هذا الأمر إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا فإذا كان كذا قلنا كذا وإذا كان كذا قلنا كذا هذا هو أسلوب السبر والتقسيم فالحافظ ابن حجر رحمه الله رتب كتابه ترتيبا مبنيا على هذا الأسلوب إنه العلوم الحديث منها ما يرجع إلى المتن ومنها ما يرجع إلى الإسناد الذي يرجع منها إلى الإسناد إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا والذي يرجع إلى المتن إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا وهكذا مما يدل على عقل مرتب منظم طيب فجاء كتابنا هذا يعني كتاب منهج النقد الذي ألفه الشيخ الذي الشيخ نور الدين عتر الله يرحمه جاء على هذا الأسلوب جاء على هذا الأسلوب متابعا فيه ابن حجر العسقلاني رحمه الله فجاء كتابنا هذا متمما لما قصده من هذه الدقة فنظم كل أنواع الحديث في ظل نظرية نقدية دقيقة شاملة كشفنا كشفنا النقاب عنها ودرسنا أنواع الحديث على ضوئها ودرسنا أنواع الحديث على ضوئها فهذا الكتاب إذن مفيد في تتميم وإكمال عمل الحافظ ابن حجر رحمه الله نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أي سؤال مفهوم وإن شاء الله شكرا جزاكم الله حيرا مولانا سبحانك اللهم بالحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتو إليك بسمنا الرحمن الرحيم والعصر للإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عن الصالحات وتلصوا بالحق وتلصوا بالصدر سبحانه ربك رب العزة عما نصفون سلامنا عن مرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة